موسيقى صباح الخير مشاهدين الكرام برحب بيكوا في أولى وقفتنا الحواري الحقيقة الدولة بتبدل مجهود كبير في توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين المصريين وزي ما ذكت وزارة الصحة أن في أقبال من المواطنين على التسجيل لتلقي اللقاحات من المركز التطعيم المختلفة الحقيقة أيضا من يومين تقريبا استقبلت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد جرع من المواد الخامة اللي بتصنع منها اللقاحات تحديدا لقاح اللي هيبدأ تصنيعه في مصر هو لقاح سينوفاك وده يمكن باقي التعاون مع الصين اللي هتقوم بنوع من أنواع التدريب للكوادر البشرية المصرية عشان نقدر نصنع هذا اللقاح وبالتالي نوفر اللقاحات بشكل أكبر لجميع المصريين وكمان بتصبح مصر من أولى الدول الإفريقية اللي هتصنع اللقاح الخاص بفيروس كورونا وقفتنا الحوارية التالية نتحدث فيها عن أهمية تصنيع مصر لهذا اللقاح أيضا أهمية حصول المصريين عليه ومتابعة حالتهم الصحية من خلال لقاءنا مع الدكتورة ريهام محمد حسن أستاذ مساعد في التكنولوجيا الحيوية الطبية بالمركز القومي للبحوث دكتورة ريهام برحب بحضرتك وصباحا دكتورة ريهام خلينا في البداية نتابع تقرير عن موضوعنا وبعدين نبدأ اللقاء اقبال كبير من المصريين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث سجل أكثر من ثلاثة ملايين مواطن أسمائهم لتلقي اللقاح فيما وصلت رسائل بتحديد موعد ومكان تلقيهم الجرعات أكثر من مليوني مواطن كان قد دهر رئيس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي جميع المواطنين إلى الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مؤكدا أن جميع أنواع اللقاحات التي تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة هي لقاحات آمنة وثبتت مأمونيتها على مستوى العالم كله الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح سيسي تعمل على توفير وإتاحة أكبر قدر من اللقاح لكل المواطنين المصريين وتتابع الحكومة على مدار اليوم من أجل تنويع الحصول على أكثر من نوع من اللقاحات ليكون هناك أكبر قدر من اللقاحات في أقل وقت ممكن وخلال اجتماعها مع وفد الخبراء الصينيين تمهيدا لبدي إنتاج لقاح فيروس كورونا بمصر أكدت وزيرة الصحة وسكان الدكتورة هالة زايد على الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتصبح مصر مركزا لتصنيع اللقاحات للدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي حيث أن شركة فاكسيرا ستصبح المصنعة الرئيسية لشركة سينوفاك الصينية في أفريقيا وذلك بعد وصول أول دفعة من المواد الخام لتصنيع اللقاحات في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا مجدد التحية لضفتي دكتورة ريهام محمد حسن الأستاذ مساعد في التكنولوجيا الحيوية الطبية بالمركز القومي للبحوث برحبك دكتور مرة تانية وعايزيني تكلم عن أهمية سعي مصر لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا توفيره لجميع النصريين وأيضا بعد ذلك أنها تكون مركز لوجود هذا اللقاح في القارة الإفريقية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا جائحة كورونا دي مشكلة واجهة العالم كله وكانت مصر سباقة في أن هي تاخد إجراءات احترازية على مستوى عالي وكان من ضمن هذه الإجراءات الاحترازية أن نحن يبدأ الحصول على الفاكسين وعملت تعقدات كتيرة جدا للوزارة الصحة مع جلب نوعين مهمين جدا من الفاكسين اللي هو الأسترازينيكا الإنجليزي ونوع اللي هو الصيني اللي هو السينوفار وطبعا الاختيار عليهم نتيجة التكنولوجيا الحديثة اللي تمت فيهم ونسبة الوقاية بتاعتهم عالية ونتيجة طبعا حاجة تانية مهمة جدا اللي هي إيزي ستوريج ريكوايرمنت نتيجة أنه هو طريق التخزينه التخزينه على أساس أنه هو بيجي من بلد تاني كانت الخطوة التانية وبدأت فعلا اللي هما الاستراج لها والخطوة التانية اللي هي أهم خطوة إن إحنا يبقى عندنا توطين التكنولوجيا دي بحيث إن إحنا مش هنقدر نعتمد طول الوقت على الاستراد فبالتالي كان أهم حاجة إنه يبقى عندنا النهاء إن هي طريقة استرقدام هذه التقنية في مصر تقليلا للاستراد وتقليلا إن إحنا ما يبقاش عندنا اعتماد دائم على الخارج فيه علشان نقدر إن هو يوفر لنا هذا الكامر الهائل من التطعيمات واللقاح طيب يعني من ضمن الشحنة اللي استقبلتها وزيرة الصحة كانت أيضا المواد الخام الخاصة بتصنيع هذا اللقاح المواد الخام المتعلقة باللقاحات يعني هل بتستخدم تصنيع أكثر من اللقاح ولا يعني اللي وصلنا دائم وخصص للقاح الخاص بكورونا فقط هو طبعا إن يكون عندنا الانفراستركشور ويكون عندنا زي ما قلت النهاء ولتصنيع اللقاح نقدر نستخدمه بعد كده في حاجات أخرى لكن الروماتيريال اللي جاينا أو المواد الأولية اللي جاينا من برك خاصة بتصنيع اللقاح الكورونا لكن وانس إن هيبقى عندنا هذه التكنولوجيا هنقدر نطبقها على العديد من اللقاحات لأن علم تصنيع الأمصال واللقاحات هو علم قديم الأذل ومش حاجة حديثة يعني وبتستخدم ضد الفيروس طيب بالنسبة للقاحات الخاصة بكورونا الموجودة في هذا التوقيت الناس كتير قوي أقبلت لكن في نفس الوقت لسه في ناس متخوفة من الأعراض الجانبية لهذه اللقاحات اللقاحات بشكل عام يعني إيه مدى خطورتها يعني الناس دايما بتقول ما تمش تجربتها لمدة طويلة ودايمكن سبب التخوف الأول لو جينا نقول إن ما زي ما قلت في الأول إن اللقاحات دي حاجة موجودة وعلم موجود من زمان واللقاحات أنواع فيه لقاح زي الحاجات اللي طلعت بالنسبة لل خلينا نفوكس على الكورونا اللقاح اللي طلع للماسينجر RNA ده كان بتاع شركة فايزر وفيه لقاحات طلعت اللي هي تعتمد على الفيرل فيكتور يعني الحامل الوراثي زي الأسترازينيكا وجونسون واللقاحات التي تعتمد على الإن أكتيفيتد فيروس اللي هو فيروس لا يسبب المرض وفيروس غير قابل للريبليكيشن أو التكاثر وده اللي هو الصيني وكلهم أثبتوا كفاءتهم بنسبة تتراوح ما بين الثمانين والتسعين في المية وتم الاختيار الأسترازينيكا والسينوفارم بيزد على اللي زي ما قلت الحضرك التقنية وبيزد على إن هو سهولة النقل في الظروف على مسافات طويلة وما فيش أي أثار جانبية خطيرة وإثبتت الأثار الجانبية اللي هي السهونة بعض الأعراض اللي بتزول في خلال 48 ساعة طيب لكن هل ممكن نقول إن اللقاحات اللي هي بيتم أعمالها من الفيروس في حالة غير النشطة هي الأكثر أمنا من اللقاحات اللي بتعتمد على العنصر الجيني أو الوراثي ولا حسب ظروف كل فيروس وحسب ظروف اللي بياخد التطعيم أو اللقاح أول حاجة في تصنيع أي فيروس اللي بيتم فيها مش الفاعلية على قد الأمان فطبعاً اختبارات الأمان دي تمت تجربتها بطريقة أول مرحلة اللي هي السيفتي وبعدين بعد كده بيتم المرحلة التانية اللي هي فاعلية هذا اللقاح فطبعاً المرحلة الأولى أثبتت نجاحها إنه سيفتي إنه لا يسبب سايد إفكتس وتاني حاجة إنه هو يبقى نسبة فعاليته لعدم الإصابة تبقى تتراوح من 80% لـ 90% وفي حالة حدوث الإصابة ما بتكونش بتاخد الأجريشن أو العنف الفيروس فيه في التكاثر أو عنف الفيروس إنه هو يؤدي إلى حالة تؤدي إلى الوفر طيب بالنسبة للتطعيمات الموجودة حالياً المفروض إن كل لقاح من الموجودين في مصر ليهم جرعتين بعد الجرعة الأولى احتمالية الإصابة ممكن تكون قد إيه؟ يعني لازم الشخص يحصل على الجرعتين علشان يعني يكون عنده نوع من أنواع المناعة أو الوقاية من الفيروس؟ طريقة عمل أي لقاح إنه هو أو وانس إنه بناخد جرعة الأولانية إحنا بنحفز فيها الجهاز المناعي إنه يبدأ كأننا بنعلم الجهاز المناعي إنه يبدأ يتعامل مع هذا الفيروس أو مع هذه الفورن سابستانس أو المادة الغريبة فبيدأ يعمل ميموري سانس إنه هو وينتج أجسام مضادة ويبقى فيه عندنا تيسل على أساس إنه إحنا لو جلنا الإصابة من هذا الفيروس نقدر نتعامل وبيبقى فيه حاجة تانية يسمعها البوستر دوز علشان نقدر ندي حماية كاملة ضد هذا الفيروس طيب لو شخص كان مصاب أو جاله فيروس كورونا ممكن يحصل على التطعيم بعد ما يشفى على طول ولا لازم يستنى فترة معينة عشان يقدر يحصل على هذا اللقاح أو طول هو لازم يستنى فترة لأن بيبقى فيه نسبة أنتيبادز موجودة أورادي نتيجة إصابته الأولى الأجسام المضادة نتيجة الإصابة الأولية فبالتالي بننتظر على أساس إنه هو الجسم كمان بيكون ريكافرد ويقدر إن الأجسام المضادة اللي قريدي هي بقت موجودة في جسمه فمش محتاج إنه هو ياخد جرعة من اللقاح لكن لو خدها حتى بالخطأ أو ما كانش يعرف مش بتشكل خطورة يعني هي الفكرة إنه عنده مناعة فمش محتاج التطعيم دلوقتي لا إحنا بنفضل طبعا إنه هو يكون يعني ريكافرد تماما من الإصابة عشان الإميون سيستم بتاعته أو الجهاز المناعي بتاعته يكون في حالة إنه هو يقدر يستعد ويقدر يفايت ويهاجم ويكون أجسام مضادة ويكون تي سيل ريسبونس أو خلايا تائية لها القدرة على التعامل مع هذا الفيروس طيب دكتور ريهام يعني فيروس كورونا أو فكرة الحديث عن الفيروسات دايما بنقول بما إنها متكررة فلازم التطعيم كمان يتكار يعني اللي هياخدوا التطعيم السينادي ده معنى أنه هما العام القادم أيضا لازم ياخدوه مرة تانية أو في كل موسم لما مثلا يتحدد يعني الأنفل وانزا ليها موسم معين قبلها ناس بتاخدوا تطعيمات خاصة بها هل ده هينطبق كمان على فيروس كورونا في السنين اللي جاي؟ حضرتك بتكلمي بوجهة نظر العلماء تماما يعني اللي هو إحنا دلوقتي كلنا بندرس فيروس كورونا لأنه لسه فيروس جديد الفيروسات عادة معروفة بقدرتها على الميوتاشن وحد إحداث تفارات جينية علشان تهرب من الجهاز المناعي وتؤدي إلى انتقالها بصورة أسرع وبصورة أكبر فهو هدف الفيروس حاجتين أنه هو يهرب من الجهاز المناعي عشان يقدر يريبليكيت وأنه هو يقدر يصيب أكبر عدد من الناس فبالتالي حدوث ميوتاشن دي حاجة معروفة جدا بالنسبة للفيروسات وبرضو واردة جدا وحصلت فعلا اللي هي السلالة الجديدة في الهند والسلالة اللي ظهرت في جنوب أفريقيا وسلالة اللي حصلت في يوكي فبالتالي كلهم تفارات بتؤدي إن هو يزيد الترانسماشن ريت بتاعه أو الانتقال بتاعه من إنسان للتاني وكانت آخر سلالة اللي هي السلالة الهندية اللي فيها نوعين دابل ميوتيشن أو نوعين من التفارات الجينية في البروتين الشوكي المسؤول عن الدخول في الخلية في خلية الإنسان فبالتالي بنتوقع إنه زي الإنفلوانزة الموسمية بيحصل لها بيبقى فيه سيزونال فاكسين بالتالي هنتوقع إنه نقدر نعمل برضو يبقى فيه سيزونال فاكسين بالنسبة للكورونا يكون تطعيم موسمي لكن التطعيم موسمي ده يعني حجب تقول إن فيه تفارات حصلت وتبعانها دلوقتي زي في الهند وغيرها من الدول التفارات دي بتتطالب إن شكل اللي قاح يتغير يعني اللي موجود دلوقتي ده لا يصلح لجميع أنواع الفيروس اللي ظهرت على مستوى العالم ما فيش دراسة سابتة وتقدر تقول كده لكن في بعض الدراسات الأولية اللي تمت في الهند وقالت لأن طبعا الهند برضو بتطلع فاكسين فقالت إن الفاكسين اللي هي مطلعات برضو يناسب هذه التفارات اللي تم زهورها في السلالة الهندية طيب يعني التطعيمات اللي موجودة دلوقتي يعني فكرة حصول الأطفال على التطعيم هل دي في صالحهم ولا هم لسه زي ما تابعنا الحياة على المستوى العالمي كأن الأطفال بتبقى العراض عندهم دايما أقل من كبار السن وفي معظم الوقت بيبقوا ممكن حاملين الفيروس من غير ما تظهر عليهم أعراض دلوقتي هو فيه دراسات وبعض الفاكسينات والأمصال مسموح ب أو تم تجربتها على سن أقل من 18 سنة يعني على سن تقريبا 12 سنة وأثبتت فعاليتها لكن معظم الحاجات اللي هي الأفيلبل دلوقتي والمسموح بيها زي الأسترازينيكا والسينوفارم تم تطبيقها على أعمار من 18 سنة لغاية 70 سنة أو 60 سنة طيب لو بصينا للوضع في مصر حقيقة وزارة الصحة مهتمة بزيادة مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية كمان في مكان كبير تم تخصيصه لاستقبال حوالي 10 ألاف مواطن في اليوم عشان يحصولوا على هذا التطعيم هامية كمان وجود مراكز كتير في مختلف النواحي والخدمة اللي بتقدم من خلال وزارة الصحة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني إزاي ده سهل بشكل أو بآخر من الحصول على التطعيم؟ طبعا وزارة الصحة وعلى رأسات دكتورة هالة زايد يعني مشكورة جدا لأن كان الأول للبداية تقريبا في 200 مركز ودلوقتي وصل أخر حاجة قرناها أنه 320 مركز قابل وصالح لاستقبال الناس عشان تأخذ الفاكسين فبالتالي دي عشان تسهيل الجمهور وتسهيل أنه طريقة الحصول وبطريقة آمنة وبطريقة ما يبقاش فيها برضو إزدحام فده يعني مجهود رائع مشكورة عليه الدولة أن هي يبقى فيه تسجيل بالطريق الإلكتروني وبالتالي يبقى فيه أغز معاد وبالتالي فيه مراكز متعددة عشان لمنع التكدس فدي كلها إجراءات احترازية لسهولة وتوعية الناس بضرورة أغز الفاكسين طيب المواطنة اللي يمكن تحصل على الجرعة الأولى وما قدرش يحصل على التانية في معادها فكرة عدم الالتزام بمعاد الجرعات ده هل بيسبب مشكلة بيقلل من الفاعلية بعد كده الخاصة باللقاح طبعا أي تجربة عملية وعلمية لازم لها شروط فبالتالي من الأفضل دايما الالتزام بالشروط والموعيد لأغز الفاكسين على أساس أن احنا بنتعامل مع جهاز مناعي وعلى أساس أن هذه التجربة تم اختبارها على زي الأسترازينيكا بيتخذ الجرعة الأولى بعدها بثلاث شكور تتخذ الجرعة الثانية أما بالنسبة للسينوفارب فبيبقى المسافة ما بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوم أو 3 أسابيع فبالتالي طبعا بننصح بالالتزام لأن ده حاجة تم تجربتها بهذه الظروف وهذه الشؤون طبعا هو إيه اللي بيفرق في طول المدة أو قصارها حيث ذكرت تطعيم الصيني بيبقى فيه مدة أقصر من التطعيم الآخر اللي هو الأسترازينيكا قدرة الجسم على أنه هو الإحساس بهذا الفيروس محتاج عملية تنشيطية وعملية تحفيزية فالسينوفارم فيه ده إن أكتيفيتد فيروس يعني فيروس في صورة مقتولة أو في صورة ميتة غير قادر على التكاثر فبالتالي لازم بحفز الجسم به بعد فترة ما وبيبقى بديله كمان حاجة اسمها أجفنت دي تم استخدامها قبل كده في لقاحات عديدة زي البوليو لقاح البوليو ولقاحات أخرى فبالتالي آمنة فبالتالي بتقدر أن هي تحفز الجهاز المناعي وتظهر هذا الفيروس علشان الجهاز المناعي يشوفه ويتعلم ويبدأ يطلع بسل أجسام مضادة أو خلايا تاقية تقتل الخلية التي تحتوي على الفيروس طيب يعني مع سعي مصر الإنتاج اللقاح الخاص بيها المسألة دي ممكن تاخد وقت قدقي يعني هل في مراحل معينة لازم نعمل عليها هنا علشان يظهر اللقاح بالشكل الآمن والفعال بصناعة مصرية بأيادي مصرية؟ طبعا هو وجود أهم حاجة وجود الانفراستركشور وجود الأجهزة والتقنية أما تدريب فترة التدريب فأعتقد أن علماء مصر قادرين على أن هم يتعلموا بسرعة ويقدروا يبقى فيه إنتاج لهذا اللقاح ويبقى بعد كده دي يعني نواة أن احنا نقدر نستخدمها لإنتاج لقاح خاص بينا من from A to Z ويبقى عندنا نواة لإنتاج لقاحات أخرى ضد أي فيروسات أخرى طيب دكتور هام حضرتك يعني متخصصة في التكنولوجيا الحيوية الطبية وكمان حصلتي على جوائز عدة وليكي أبحاث في مجال البيوتكنولوجي والتكنولوجيا الوراثية أكيد دي من المجالات العلمية اللي بيحصل فيها تطورات حديثة على مستوى العالم ومصر بتسعى أنها يعني تلحق بهذا الركاب يخلل الأبحاث المختلفة في المركز القومي للبحوث أهمية المجال ده وكيفية الاستفادة منه لو حنتكلم عن يعني جائحة زي جائحة كورونا المستمرة معنا بقالها أكتر منها بداية أنا كنت سعيدة الحظ أن أنا طبعا التحقت في صرح وقلعة كبيرة للعلم وهي المركز القومي للبحوث أول ما تخرجت من كلية العلوم جامعة عن شمس وبالتالي بدأت دراساتي في الماجستير كان على فيروس سي وده كان مشكلة كبيرة جدا وكانت أحد اهتماماتنا أن احنا نعرف إيه الأسباب اللي بتخلي السلالة بالنسبة لفيروس سي اللي موجودة في مصر قادرة على أن هي تحدث لا تستجيب الأول للأدوية المتعارفة عليها وكانت دراسات يعني على مستوى عالي وتم نشرها في مجلات دولية وبعدين أخذت منحة للدكتوراه في فرنسا واشتغلت على فيروس الـ HIV وكان ليا هو الـ AIDS الـ AIDS بالتالي كان ليا دور في إنتاج أجسام مضادة ضد الـ HIV دي كانت رسالة الدكتوراه بتاعتي وكان الهدف منها اللي استخدامها في لمنع انتشار ولده منع يعني تكاثر فيروس الـ AIDS بعد كده رجعت للمركز وكان لنا بقى إسهامات عديدة برضو في استكمالا لمجال علم الفيروسات لفيروس الـ HIV وحدث مشروع تم الحصول عليه كان مشروع ان احنا نهدف إلى إقاف تكاثر وتصبيد تكاثر الـ HIV من خلال استخدام تقنية الـ Genome Editing أو الكريسبر تكنولوجي طب الـ HIV ده الفيروس الخاص بإيه بتحديده؟ الـ HIV اللي هو الـ Hepatitis C Virus اللي هو فيروس C اللي يصيب خلايا الكبد اللي هو التهاب الكبد بالتالي كان فيه حملة طبعا تحت قياد السيادة الرئيس باستخدام الأدوية وكانت فعلا أثبتت نسبة عالية جدا لكن كان فيه نسبة ضئيلة ولل تكون 5% احنا حاولنا ان احنا ندخل تكنولوجي تقنية حديثة زي الـ Genome Editing وان احنا نستخدمها ونوجهها بحيث ان هي توقف تكاثر فيروس C في الخلايا الكبدية من ضمن الحاجات ايضا حصولك على الجهزة التشجيعية في مجال الصحة ودام من خلال مجموعة من الأبحاث الأبحاث دي بدو كانت خاصة بنفس المجالات حيك تحدثت عنها ولا كانت فيه حاجات تتالى؟ هي طبعا بنشكر أكاديمية البحث العلمي وعلى ان هي اتجاهها في الجوائز يعني عمل جوائز لتشجيع العلماء وكانت الجيزة دي لسه يعني حديثة تقريبا من ثلاث سنين اللي هي الجيزة التشجيعية للمرأة لإسهاماتها العلمية في خلال آخر خمس أعوام فبالتالي هي الجيزة مش على بحث أو بحثين أو هي على الأبحاث اللي تم إنجازها في آخر خمس سنوات وكلها متعلقة بمجال الفيروسات وكان لنا محاولة في إنتاج لقاح ضد فيروس سي وده وصلنا فيه في التجارب الأولية على الفئران وأثبتنا بالتعاون مع معمل في فرنسا وقسنا قدرة الأجسام المضادة اللي تم تولدها نتيجة استخدام اللقاح وإثناء قدرتها على تصبيت ومنع تكاثر الفيروس وتم نشر هذا البحث طبعا في مجلة علمية طيب دكتور الفرق بين فكرة يعني إنتاج لقاح وإنتاج دواء لمقاومة فيروس ما أو مرض ما يعني إيه أهم الفروق بين الحاجة هو طبعا الناس بتخلط أحنا ما بين اللقاحات وما بين الأدوية هو طبعا بطريقة بسيطة اللقاح هو اللي منع الإصابة أما الدواء هو بعد ما يحصل الإصابة فأنا بقلل من التبعات والcomplications اللي بتحصل نتيجة هذه الإصابة فده يعني بريف لي كده عن الفرق ما بين كلمة لقاح وكلمة دواء طيب إيه اللي بينقصنا علشان نبقى قدرين على إنتاج اللقاحات بشكل كامل يعني إيه اللي محتاجينه دلوقتي هل الموضوع زي ما حكت أشرت أكتر من مرة البنية تحت هي أساسية ولا محتاج لمزيد من الأبحاث ولا المواد الخام اللي بينقصنا أعتقد أنه رقم واحد هي الانفراستركشور وافتتاح الرئيس لمدينة الدواء ده كانت برضو حاجة مفرحة جدا لأن اللي هيتم فيها تصنيع المادة الأولية واستخدام المادة الأولية لتصنيع اللقاح فبالتالي دي كانت أهم خطوة ما إحنا محتاجينها لأن العلماء في الفترات السابقة كلها لما بيطلعوا دايما بنقول العلماء لما بيسفروا بره ما بيردوش يرجعوا لكن في الأونة الأخيرة المجال العلمي بقى يشجع الناس إنها ترجع ولأن إحنا ببقاش فيه جاب كبيرة قوي إحنا بننجح بره نتيجة إن فيه انفراستركشور ونتيجة إن فيه إمكانيات مادية أما الشخص المصري والعالم والباحث المصري مدرب كويس جدا وعنده قدرة على التفكير وعنده قدرة على التحدي وعنده قدرة على حل المشاكل العلمية اللي بتواجهه وعلى طريقة التفسير العلمي وإيجاد حل علمي لأي مشكلة بتواجهه فبالتالي لما بنلاقي إن المعامل مجهزة بنلاقي إن الدولة بقت توفر لنا ميزانية لعمل الأبحاث بقينا نعمل أبحاث طرقة إنها تنشر في مجلات علمية دولية بإمباكت فاكتور عالي بكريتيريا عالية جدا نقدر بننافس بيها الأجانب وبنحقق نجاح رهيب بيها يعني إحنا الأبحاث اللي بننشرها لا تقل من حيث الفكرة ولا من حيث الإمكانيات عن الأبحاث العلمية المنشورة بره في فرنسا أو في أمريكا أو في دول أخرى طيب في الفترة الحالية يعني هل بحدك بتعملي أو بتكتشف حاجاتك متعلقة بفيروس كورونا من خلال الكلام الكتير طبعا اللي بيطرح وتجارب الدول الأخرى هل ده بيتم في مصر في الوقت الحالي بالتزامن مع فكرة حرصها على إنتاج اللقاح؟ طبعا المركز القومي للبحوث ودكتور محمد هاشم ونائب رئيس المركز للشؤون البحثية دكتور مامدوح معوض بيدوا وبيطيحوا الفرص أنه يبقى فيه أكثر من مجموعة بتشتغل على فيروس الكورونا وبالتالي احنا نجحنا بالتعاون مع معهة يودور بالهارس دكتور محمد عباس في رئيس قسم الكيميا هناك أن احنا نقدر نعزل عزلتين من فيروس كورونا ونعمل لهم فول سيكوينس نعمل لهم نعرف التتابع الجيني بتاعهم احنا طبعا لسنا الأوائل ولكن على مجموعات علمية أخرى بتشتغل في هذا المجال وقدرنا أن احنا ننشرهم في الجينبانك ونحطهم تحت اسم مصر دي حاجة برضو كان لنا فرصة ساعدنا في أن احنا ناخد مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي بأن احنا طريقة التشخيص أن احنا يكون لنا نقدر نشخص فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن وبطريقة آمنة بدور أن احنا يبقى فيها حدوث يعني انفكشن أو إصابات احنا نتمنى لك التوفيق في نهاية دكتورة ريهان محمد حسن أستاذ مساعد في تكنولوجيا الحيوية الطبية بالمركز القومي للبحوث التوفيق في جميع الأبحاث التي بتأكيد هي شيء مبشر وهيساعد كتير في المجال الطبية في مصر شكرا على وجودك معنا في هذا الصباح ومشاعدين الكرام فقراتنا مستمرة معاك وخلونا نتابع وقفة مع أهم الأخبار الاقتصادية بعدها وقفتنا الحوارية الأخيرة في هذا الصباح اشتركوا في القناة